الواحدة الثالثة، الإدارة التعليمية في ضوء النظريات ومفاهيم الحديثة المحاضرة الأولى محتوى المحاضرة الأولى من موضوع الإدارة التعليمية في ضوء النظريات ومفاهيم الحديثة سنتحدث في المحاضرة الأولى على ثلاث نظريات النظرية الأولى، نظرية النظم وفي هذه النظرية سنتعرف على عناصر التنظيم لمدخلات وعمليات ومخرجات وتغذية راجعة وكيف ينشأ التنظيم استجابة لحاجة اجتماعية ومكونات التنظيم الفرعية وكيف تتفاعل هذه التنظيمات الفرعية مع بعضها من أجل تحقيق أهداف منشودة كما سنتحدث عن النظرية الثانية والأسلوب الآخر الإدارة بالأهداف وسنشر إلى معايير تقويم فعالية الأهداف والمراحل التي يتم بمقابة تطبيق الإدارة بالأهداف بالإضافة بالإشارة إلى معايير تقويم فعالية الأهداف والإشارة إلى مميزات استخدام الإدارة بالأهداف سنشر إلى تسعة مميزات لها علاقة بالإدارة بالأهداف كما ستتم الإشارة إلى الهندسة الإدارية أو ما يسمى بإعادة الهندسة الإدارية سيتم الإشارة في هذا المفهوم الحديث أو هذا الاتقاه الحديث إلى مفهوم الهندسة الإدارية كما ستتم الإشارة إلى ما يسمى بالعمليات الإدارية وإلى مراحل تطبيق الهندسة الإدارية وإلى مبادئ هندسة العملية الإدارية